أراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني بلقاء جديد من برنامج كل يوم يومه عشية ميلاد مريم العزراء من جدي يسوع يواكيم وحني نرجع نستذكر مريم العزراء الحاضرة بالكنيسة كشفيعة لكل المحتاجين والمظلومين والمعوزين شفيعتنا نستذكر سيدة التواضع والإيمان ملكة التضحيات نستذكر صانعة التعزية بصمت اللسان وضجيج الروح حول ميلاد مريم العزراء وحياة والدة الإله وحضور البتول بحياتنا وبكنيستنا رح يكون حوارنا مع ضيفنا رئيس دير مارشعية للرحبن الأنطونية الأب جوزيف إبراهيم عبدالساتر أبونا أهلا وسهلا بيكي نعاد عليك وعلى الجميع وهي مناسبة سعيدة أنه كمانا نبلش الزمن اللي ترجي مع مريم العزراء ونبلش كمان هيك الزمن الأمل أنا بقول كلما نحكي عن مريم العزراء نكون عم نعيش الأمل ينعاد عليك وعلى الجميع وتبقى مريم العزراء شفيتنا بدي أحكي شوي عن ميلادة مريم العزراء أوكي بسمحي لبلش بصلاة تفضل أكيد للأب والإبن والروح القدس إله الواحد أمين أمين يا مريم سلطانة الجبال والبحار وملكة لبناننا العزيز الذي أتيت مجده وشئت أن يكون لك رمزا يا عزراء ضارعت نقاوتها ثلج لبنان وفاح عرف طهرها كعرف زهور لبنان وتسامت مرتفعة كالأرز في لبنان نسألك يا من عطفت علينا فاتخذت زنبق حقولنا إكليلا لرأسها وقمة جبالنا موطئا لقدميك أن ترمق بنظرك الوالدي مملكتك الممتدة حواليك وتبسط يديك الطاهرتين وتبارك هذه الناحية التي امتازت منذ الأجيال الأولى بإكرامك والدفاع عنك تعطف أيتها الأم الحنون واحفظ الوئام والسلام في هذه البلاد وعززي في قلوب بنيها إيمان الأجداد أحرسيهم من الضلال والنفاق كما فعلت إلى الآن ولا تسمع بأن يفقد لبناننا مصدر قوته ومن شأ جماله أي حبه إياك حبا صادقا أمين نتوسل إليك أخيرا أيتها الملكة القادرة أن تمني على كل الشرق المسيحي المترام على قدميك والمتفق على إكرامك ومحبتك أن يتحد بالإيمان والخضوع البنوي لكرسي بطرس لكي ندعوك بملء المسرة سلطانة لبنان وسائل المشرق أمين 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 من أجمل الصلوات اللي سمعتم الله يخليكي ومن أجمل الدعاء اللي سمعتم ونحن اليوم بحاجة لكل كلمة ذكرت أبونا بهذه الصلاة بالواقع الخاصة أن تكون موجودة مع أمنا مريم نعم أريد أن أعود إلى موضوع حلقتنا ولادة أو ميلاد مريم ولادة العذراء مريم نحن نعرف بالرواية أنه من أبوين يواكيم وحنة كانوا طاعنين بالسن نعم وكأن حبل عجوبة صار نعم والعقيدة الكاتوليكية تقول هو حبل بلادناس سترك لحضرتك تحطنا بالصورة ككل ونرجع عن ناقش الموضوع تحنا أول شيء بكتابك عن بقرة يقول مريم هي نعم لله ومريم هي أم أنك تحكي عن أمك صعب والأصعب أنك تسكت بتحكي وبأحد الصلوات البيزنطية بتقول يا رب الأرض مديونة لألك بكل شيء أنت أعطيتها إياه ولكن أنت بتبقى مديون لهالأرض بأم ميلاد العذراء مريم وقت اللي نحكي عن ميلاد العذراء مريم عادة ولا مرة قديس بعيدوله ميلاده دائما بعيده ذكرى موته ولادته الجديدة في السماء وإلا المسيح عليه السلام ميلاده العذراء مريم ويوحنا المعمدان هذا منعيضه الميلاد هلأ هلأ هلولدها بـ 8 أيلول لأنه منعيضنا نحن الحبل بلادنس بـ 8 كنون الأول يعني 19 شهور 8 أيلول هلأ العقيدة عقيدة الحبل بلادنس العقيدة هذه أعلان البابا بيو ستتاسع عقيدة إيمانية ماذا معنى عقيدة طيفهم العقيدة عقيدة يعني أنك ما فيك تناقش فيها العقيدة الإيمانية أنه مريم العذراء حبل بها معصومة من الخطيئة الأصلية وها العقيدة هذه اللي أعلان البابا بيو ستتاسع سنة 1854 أكدت العذراء مريم بعد أربع سنوات وقت اللي ظهرت لبرناندس بلولت وقلت لها أنا هي التي حبل بها بلادنا شو سوي لماكولي كونسبسيون هالراعي هالبنت صحيح كانت العقيلة تعلم بس ما كانت في وسائل أعلام مثل اليوم يعني ما حدا نعرف فيها إلا بالفاتيكان والكهنة راحت لعند الكهن وقلت له للأبونا ظهرت لي سيدي رائعة جدا بتقل لي أنا أن الحبل بلادناس أنا التي حبل بها بلادناس يعني هالعقيدة اللي أعلان البابا أكدت العذراء أنه حبل بها بلادناس وحدد أنه مريم العذراء المباركة ولحظت الحبل فيها نحن يحبل بنا ونولد بالخطيئة وارثينا من آدم بالمعمودية نحن نصبح أنقياء يعني الخطيئة الأصلية وشمة اللي مطبوعين فيه من آدم بالمعمودية هالوشمة هذا بنشال منها ومنصير نحن أنقياء بينما مع العذراء مريم هي تنزهت عن الخطيئة الأصلية كيف عبر نعمة فريدة خصها وميزها بها الله بفضل استحقاقات سيدنا يسوع المسيح مخلص البشر ليش هي أم الله بس مش هي المخلص يسوع المخلص ولأنه باستحقاقه هو بلحظة الحبل بها مش أنه نحبل بها ونعصمت باللحظة ذاتها كان بدون أي خطيئة معصومة من أي وشبت خطيئة أصلية شو معنى هالجملة هايدي معناتها مريم العذراء هي المباركة وقت اللي ظهرت للملايك شو قال له السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة هالملئين لنعمة من انطلاقة من هالنقطة هايدي صار في أعلان أنه هي حبلة بها بلد نس ليش لأنه هي السماء الجديدة هي الجنة الجديدة فحشل عذراء مريم اللي صار عرش ليسوى المسيح مش معقول يكون عرش للملك السماوي وعنده أي وشبة لذلك هي بريئة من الخطيئة الأصلية باستحقاقات ابن يسوى المسيح يعني معنى بالحصان من الخطيئة هو شخص مريم لحظة خلق الله روحها وبثها في جسمها بهاللحظة هايدي كانت معصومة يعني من الخطيئة أصلية نعم بقى هلا أنا هوني بحب استدرت لشغلة العذراء مريم طبيعي هل 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 عشا هل العرش السماوي هيدا عصم الله تكون جديد بآدم الجديد آدم يسوع وهون أنا بوجه نداء يعني ما بيهمنا بس العقيدة بوجه نداء لكل فتاة لكل فتيات العالم اليوم عبر هالإزعاء هايدي وأقول ما حدا منا وليد صدفة نحن شو بنقول المرأة خلفت ولدت مش خلقت يعني مصدر الخلق هو الرب وبسر الزواج الأم والبي بيعيونوا الله بعملية الإلاد الولادة بيقولوا ولدت يعني كل واحد منا كان موجود بفكر الله وبقلبه قبل ما ينواجه على هالأرض الفرق أنه يسوع المسيح المولود من الآب قبل كل الدهور يعني عملية مش أنه مكانش وصار هو أزل أبدا مع الرب مع الآب والروح القدوس لذلك اليوم إذا بتفكر كل أنثى أنه حشيها بده يكون مهيئة من خلال سر الزواج حتى ليستقبل من كان في فكر الله وقلبه يعني تفكر أنه أنا أحشيئي بده تكون مهيئة تكون جديرة تستقبل من فكر به الله ومن هو في قلب الله قديش ما عندها مسؤولية تحافظ على طهارتها ونقوتها خاصة بهالأيام هيدين نحنا عمنا 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 يعني نحنا هلأ اللي بيسمعك أبونا بيقولوا وين بعده عايش أبونا عبد الساتر الزمن التحرر ورحي أنا مش مهمة تتحرر هذه الحرية لوين بيتقدي فيه وهي وهي بس قصة علاقات هي مفهوم العيلة مفهوم الإيمان هيدا موضوع أنا عملت استطراض بس حتى لي نحنا يكون في عنا فكر به الشي هيدا كمان الكنيسة بتعيد لجدال المسيح يواكيم موحنة وما فينا نحكي عن ولادة مريم العدرة بدون ما نحكي عن هالجدين عن والدي مريم العدرة مين هنه هل لأنهم هنه من سلالة داود هل هنه مختارين هل عن جد كمان الأسئلة عديدة بهيدا الموضوع نحنا وقتل ما نشوف أنه أكيد مريم العدرة هي يهودية من السلالة الداودية ويسوع إجا من سلالة داود هذا المثلة واضحة إبراهيم لداود لا جدية العذراء جدية سوع المسيح يواكيم وحنة طعناه في السن وكانت أم حنة هي عاقر ما كانت تجيبوا لها ولكن الله مثل ما زكريا والإصابات مثل ما بالعهد الأديم كله سوى مع إبراهيم وصارة مع أهل شمشون كله نهوذي الله يلي أحب شعبه أراد خلاص هذا الشعب تنوص الله يواكيم وحني يلي كانوا هني جدية المسيح والدي العذراء مريم كانوا أيضا بارين فأنعم بهم الله أنعم عليهم الله بولادة هذه الأبنة العذراء مريم يلي بحسب كمان التقليد مرة عملوا فيلم وكانوا جيين وقتها عملي يخطبوا وينكلوا هربوها وحطوها بمحل خبوها حتى الكلاب زيحت عنا كانوا بيعطيني كلاب حتى إذا في حدنا أيضا وتكرست أيضا للهيكل وأيضا شو بقول التقليد هي تكرست لأن كان في ندر من باية وإمة أو تكرست دائما كل ولد بكر كانوا يكرسوا للهيكل فأذن وقت حطيتي بالهيكل هونيكي قال هيو عم تخدم كمان بالتقليد يعني ببعض الأشياء بس حلوين يعني مش إنه شيء عقائد أنا بتمنى لأنه كان الشعب كله مهيئ لانتظار المسيح المخلص قال أنا أتمنى أنه يكون عمالي بخدم بالبيت البديولة فيه عم كنسوا بمسيح بس تكون عمالي تبتع بمنظره فحظيت بالنعمة بالنعمة الكبرى أنه تكون هي أمت الرب صحيح نعم أبونا عبد الساتر اليوم نحن بحاجة مثل ما بلشت بصلاتك لشفاعة مريم العزراء وإذا بنرجع شوي بالتاريخ قديش في عجائب مسجلة للشعوب كما الأفراد بشفاعة مريم العزراء وفي مخطوطات ياريت شي مرة بيصر لي كمان لأنه عملت حلقة خاصة عبر مريم تيفي عن مخطوطات موجودة بالبلمند بعهدة الأب حارس إبراهيم تحت عنوام ستنا مريم تحكي عن بداية المسيحيين وفي مخطوطات بتأكد أداة كان في عجيب سجلت وحضور مريم العزراء ليش نحنا كل يوم بدنا عجيبة من مريم العزراء تنصدق أنه يسوع حاضر وأنه السماء حاضر ومشين آمن ليش كل يوم نحنا بدنا نجرب ربنا ونقول أنه العجيبة ضرورية ولحد هلأ كل ما بصير عنا ضيئة نحمل كل سيقالنا ومنحطنا عند الله ومنطلب منه هو شو بده يعمل هاو دي أسئلة اليوم بزمننا هيدا بجوعنا بوجعنا بقهرنا بعذابنا بفقرنا فقر الحال ومش فقر فقر المادي أنا بقول فقرنا فقر فقر إيماننا ليش نحنا وصلنا لهون ليش نحنا وصلنا لهون من أحدين كان في مثل الزرع وهذا الزرع هذا ربنا ما حرم حدا منه هذا الزرع يمكن أن تكون ربنا أنت تكون الزرع أنا أكون زرع البيزار البيزار ربنا ما حرم حدا زدتها بالأرض الجيدة وبالشوك وعلى الصخر وعلى الطريق حتى اللي أقول لك أنه ربنا ما بيحرم حدا من شي حتى لو عارفوا بدكوا مثل الصخر أو مثل الشوك أنا اللي بقولوا نحنا كلنا أرض جيدة بمجرد ما تعمدت أنت أرض جيدة لكن الخصبة الخصبة لكن هالأرض الجيدة هيدي أنت بدك تحافظ عليها إذا ما اشتغلت فيها بده يطلع فيها الشوك إذا ما اشتغلت فيها بده تنتيل إحجار إذا ما اشتغلت فيها بده أصير مثل الأرض المسطحة يعني بده أصير مثل الإحجار مثل البطون إذا وقعت الحبي بيجي العصورة بكلها نحنا وصلنا لهون أو بيطلع الشوك وبيخي نحنا علينا هلأ نرجع نكتشف هالجيد اللي فينا هيدا ونبلش نشيل الشوك بعدين الإحجار بعدين نرجع نرطب هالأرض ونفلحها من جديد حتى ما تضلش مثل البطون صارت لحد ذاتها لأنه أساسك جيد ما في إنسان عاطل أساسه جيد لكن لأنه أهمل ذاته هو أصبح من شان هايك هون من هون وصلنا لهون إذا عندك أرض لك تلفلحها ولبت زراعها شو بيصير فيها وبتجي بتقول ليش عملت هايك الأرض ما أنت مدعو من هون من معه يعطى ويزاد يعني أنا إذا جيت شلت الشوك الوزنات أنا إذا أنا شلت الشوك بتعطيني شوي بشلت الأحجار بتعطيني أكتر والطريق والطراب اللي صار مبلط أو اللي صار يبس كتير رجعت فلحته ما عاش عندي يعني كل ما سويت بأرضي كل ما اشتغلت على ذاتي كل ما زدت أنه أنت إذا عندك التقوى واشتغلت عليها ربنا بزيدك برا في التقوى وإذا شغلت صلاتك ربنا بزيدك أيضا إذا بدك برا في الصلاة من معه يعطى ويزاد ومن ليس معه يؤخذ حتى الذي له شو يؤخذ يعني بشل حكي هالأرض اللي أنت تركتها بدل ما تكون عمالة بتعطي أنت لتشوك وحجار وصارت يبسة خلص يعني كأنه ما عاش ملكك كأنه ما عاش إلك ما عاش تتطلع فيها بخصوص العجيب أبونا كأنه كل يوم عم نجرب وبدنا نجرب وتنصدق نحن طومة كل واحد منا طومة على الأرض إذا بتلاحظي بالإنجيل كله ولا مرة قال بس لواحد للأبرس قاله روح وفرجي نفسك الكائن لأنه الشريعة هيك بتطلب بس ولا مرة عمل أعجوب يسوع المسيح شو قاله روح وما تحكي لا لأنه نحن ربنا إذا كلمنا شوية بالعجيب لأنه نحن بشريين منا شي نلمس ولكن العجيبة ما بتدوم بتلاحظي مثلا إذا جيتي قلت اه في صورة عم ترشح زيت الضيعة كلها بالطب وطلعي فالشي بين كل اللي طب ومي بيروح للإنجيل السلاحة دا وقيت بل كتاني أحد الجولة هي العجوبة الأساسية هي الإيمان بقيامة الرب هذا اللي بقيه الرسل مش من وراء العجيب إيمانه بيسوع المسيح الرسل إيمانه من وراء قيامة الرب بيسوع المسيح راحوا بشروا شهدوا حتى الاستشهاد نعرف نحن كل الرسل ميت وشهده ما عدا يوحلنا يلي يلي النفى وكان بإرادة من الرب بإرادة من الرب حتى قدر كتب الرؤية فإذا عملية الأعجوبة منا شي مصدر ولا هي بإيماننا اليوم إذا واحد انبسط بحيله أنه صار معه أعجوبة العذراء مرشربة مطلقة دي سامن الأعجوبة هي من الله بشفاعة العذراء وبشفاعة القديس لكن هذه الأعجوبة إذا أنت ما عززتها مثل هذه اللي كان فيه ببيته الشيطان مكنس بيته إيجا الشرير لقى بعده مكنس ما في شي حمل حلو جيب سبعة غيره واحد واحده اليوم الأعجوبة بأحد زيتها هذه صحيح نقطة مهمة جدا ولكن إذا أنت ما عززت هذا الشيء بالعمق بعمق إيمانك بقيامة الرب بالزبيحة بالإفغارستية الأعجوبة الكبيرة أنا عم بتجم الأحد للك هالخبزة والخبرة اللي عم بيصيروا الجسد ودم المسيح بالزبيحة الإلهية هاي شوها هالعجيب الكبر وعجيبة متواصلة ومستمرة وعجيبة متكررة وتتجلى مع كل ركعة ودائما دائما دائما مرفقة بحب ليوصف لأنه هو الذي لم يكسر له عظم على الصريب شاء أن يكسر في الزبيحة حلو الفكرة أبونا جوسيف عبد الساتر بدي أرجع لمريم العدراء هالشخصية اللي كانت بالإنجيل متواضعة جدا ما قدمت حالة قائد ما قدمت حالة مدبر ما قدمت حالة كانت هي في الظل وهذا الظل ترك هيك انتباعات بمحطات قليلة بالإنجيل لكن بعد صلب يسوع وقيامة يسوع وحتى كان إلى دور يعني بمرحلة قبل وفاتة قديش كان إلى دور بتأسيس الكنيسة وبرجع بروح اليوم قديش مريم أحكي باللغة الهيك كيف نحنا بنحكي مع بعضنا ومريم العدراء رح تسمحني ورح تغفر لي عند يسوع هلأ مريم العدراء وقت طلت على السماء صارت بس شغلتها الناس نحنا منصلي وهي بتستجيب نحنا منطلب شفاعتها ومنتضرعها وهي بتاع قديش هالمرأة العظيمة هالملكية اللي ذكرتها بالصلاة قادرة تلحق ع هالبشرية كلها أحكي بلغتنا نحنا البشر ما بتسأل أم يلي عندها قوات من خمس أولاد لتنعاش لتطاعتها كيف تلحق بتعمين وتسربون واتنيبون هيدا سر الأمومة صح له هيدا سر الأمومة أنا بقل له شغلة أساسية بيجي الواحد بفكر أنه صحيحة الرجالي بيشتغلوا هيدا بس فكر الأم الأم عندها استحققات يلي ما عند لها الرجال الرجال عنده استحققات شغله هيدا عندها استحققات الأكل تلبيس الأولاد ترتيب الأولاد تصيل الأولاد ممنوع ممنوع ينفخة معها دولاب تدريس الأولاد الغسيئة الغسيئة كي 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 فأزن هالأم هيدا اللي هي بنعمة الرب حاضرة لكل الناس تصغي لكل واحد اليوم أنا بدي أقول لك شغلة أربنا وقت اللي بشرها بواسطة الملك أقام معها عهد لا مريم ولكن شو الفرق بين إذا جيت عم بعمل أنا وياك يا عهد هالعهد اللي بنعمله أنت بتطلب شو بديك أنا بتطلب شو بديك نعم العقل نعم العقل أو عهد إذا بديك أنت بتطلب شو بديك ما كان جوابه للرب ها أنا ذا أنا أمت لا لا ما في شي لألي أنا العهد اللي عملته اللي قطعته مع الله ها أنا ذا أمت للرب عهد عهد معك أنه أنا بات أمود لي بني ذاك عجيني عجيني بني ذاك ولذلك بنعمة الرب هو اللي الحاضر الدائم أعطاه هالنعمة هالنعمة عيدية أنه تكون حاضرة لأولادها ليش؟ بعرس قانة الجليل لها لك مين انتبه غيرها؟ صح انتبه خلص وقت اللي كانوا رجعين من الهيكل مين انتبه أنه يصوم مش معه؟ هذا الحضور وهذا شيء بالواقع يعني أنا أنحني قدامه يعني أنحني قدام هذا الشيء لأنه هالمرأة يلي بقول أنه فيها الضعف الجسدي أنه ضعيه جسديا بالنسبة للرجل ولكن القوة قوة الحب والعطاء والمعنويات الموجودة كوني أكيدة الولد خلي خدي ولد أخذ معنويات من بيه ولد تاني أخذ معنويات من أمه شوف مين بيكون الأقوة عند أبونا عم يحكي ليس أنا لا لا أكيد ما نحن نحكي الواقع يعني فإذا من هون عملية هذا الاسم الزكاء العاطفي أبونا الزكاء العاطفي من الأم بحول الإرادة والحياة إلى مكان آخر رحت لعنده بكل بساطة قلت له ما عاش عنده نخمر هاي مان لي ولك يا مرأة فهمت ما فهمت كذا إلى آخر هاي مانيت علي افعلوا ما يأمركم به وخلاص مع أنه أخذ بوقتها ليش حكي مع أمه يسوع بهذه الطريقة وهي بس إذا أنا كنت عم بقرأ ديك المرة مقال عم بيحكي بوقتها بزمانها بمرجعيتها هي فقط لأنه كانوا يقولوا للسيدة امرأة هي عملية امرأة في إلا بعد يسوع المسيح إلى للساميرية إلى للكنعانية يا امرأة عظيم الإيمان وإلى للعذراء لكن هناك أكيد احترام لكن للعذراء هي حواء الجديدة كلمة امرأة قيلت لحواء قبل الخطيئة من امرئ مولدت امرأة قبل الخطيئة كانت تدعى امرأة تقول وقت اللي لديها امرأة أنت صورة حواء قبل الخطيئة أنت حواء الجديدة سماعي ما يقول مارفريم نعم تفضل المريم وحواء بعونك أنشد أنشيد الحكمة للبطول للبطول صارت أما بأعجوبة أم ببطول فهي بطول وأم معا سبحان من استفاها مريم فخر جميع البطولات وهي البطول علة الخبرات ومنها النور على القابعين في الظلمات بمريم رأس حواء المطأطى ارتفع لأنها حملت الطفل قاهر الحية بطولتان هديتان للجنس البشري هذه علة الحياة وتلك علة الموت بحواء ظهر الموت وبمريم عالة الحياة تبارك من أشرق لنا مريم وخلصنا أمين أبونا عبد الساتر أرجع كمان على بالتاريخ العجائب التي صارت مع مريم والمدونة في عجائب تفوق الواقع خاصة بموضوع الشعوب أنا دايما مذكر حضرتك قلت أنه تلحق على الكل أننا كلنا أولادة بس كمان شفعاتها للشعوب هل هي شفيعة المظلومين أو ما علي راح تدخل بقول ربنا ومريم بيشتغلوا سياسي كمان إنه ليش مثلا بدي أحمي هيدا الشعب لو بيشتغلوا سياسي لو بيشتغلوا سياسي كانوا غيروا اللي عنا كانوا أنا بقولوا شواء جيسوع شؤال ما جئته اللي أنقض يوكمل ما جئته من أجل الصحاء إنما من أجل المرضى المرضى ليس فقط مرضى الجسد مرضى النفس مرضى الروح يعني اللي بيكون فاسد أو خاطئ أو آكل رزق الشعب ليس هذا مريضا ولكن يسوع اللي إجا إذا المريض ما بده يعني ما بده يظهر حاله أو ما بده رافد إنه يعينه الطبيب شو فيه يعمل؟ يتآكله المرض وهؤلاء الفاسدين والخاطئين وأوه وب مع أنه أصلى بتكل إذا ما حبوا إنه حيث يحبوا تخاف عن ربي رح يأكلوا المفساد وهوناك البكاء وصرف الأسنان للأسف فريقا للمظلمين بعد طوبة طوبة للحزنة ملك الحزن؟ طوبة له الأذن إلى خطيته لأنه يتوق إلى الطوبة طوبة للعطاش والجياع إلى البر فإذا الإنسان هيدا إذا مش عم بيعرف يحزن على خطيطه للأسف أبونا أريد أن أحكي شوية عن زمننا حكيت عن مريم وعن حواء اليوم نحن أي زمن مرأة نعيش أرفعوا نداء وهذا بتركوا لضمير كل أمرأة لأنه نابوليوني اللي قال الأم يلي بتهز العالم يلي بيصارها السرير بتهز العالم بيمينها أو العكس تعرف المرأة أنه عندها دور كتير مهم لكن يمرأة إذا بقيت حواء فأنت مصدر الخطيئة وإن تحولت إلى مريم تصبحين معها مصدرا الخلاص فالنداء الذي أرفعه أرجو كنا تحولنا من حواءات إلى مريمات نحن الزمن اللي عم نعيشه اليوم للأسف نحن منشوف يعني هلأ مقصود أبونا آه هيدا المشروع يلي بيناحكي عنه هدم العائلة هدم الكيان هدم الفرد هدم الإيمان هدم الكنيسة هدم كل قيم هدم هل هو صدفة؟ أو في شيء هيدا الشيء هيدا الشيء هيدا الشيء مضبوط وليزم نتوعى لقلو ونحكي عنه بصوت عالي ونحط إيدنا مع بعضنا ونشوف كيف ما ننخلص الأجيال الجاية من شما نستسلم لواقع ما نعيشه اليوم أول شيء أكيد تبدلت كل الأمور للأسف ومع تحرير المرأة وإطلاق ومع تحرير المرأة لأنها صارت مكتفية بذاتها كني أكيد المرأة تكتفي بذاتها أكثر مما الرجل يكتفي بذاته من أي ناحية؟ المادية؟ مش بس المادية من جميع لنا واحد أنا أعطيك مثل خذي أولاد تيتموا تيتموا أيتام الوالد يعني ميت بيون بتشوفي مع الأم برعوا في المجتمع أغلبي لأنه بتلم بتلموا يباينة ما تيتموا مع أمهم يعني تيتموا بأمهم بالواقع وقت يرسل لي حاله مش هلكل مش عم عمم بس طبا بالشكل عم بشكل عم نحنا اليوم وصلنا لمرحلة المرأة ما عاديت عم تنزق ما عاش فيه عندها فكر تنزر به إلى إلى داخلها ملكوت الله في داخلكم إلى الغنى يلي أعطاها إياها الرب إلى الطاقة يلي أعطاها إياها صار هم قاصة لأنه عيشت مرحلة تقريبا إذا بدك بالعصر يلي فيه الرجولي وا 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 صار هم تبين قدام الله متل ما الإنسان يلي أنا إذا بدك يبين إيماني بس جكارة بالغير مسيحي هذا مش إيمان مش إيمان أيضا نكد ها وقت اللي بتوصر هي دايما 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 وقت اللي نحنا نشتغل على ذاتنا من أجل مش 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 على الداخل بحال ذاته بس من أجل أنه نبين من أجل أنه نتحدى من أجل أنه نعرقل طريق آخر أو ما شبه ذلك ما ننصعد بتوصل وبتقشط لذلك نحنا اليوم كل واحد مننا في عنده ما يسمى الفيزيكال مايند الإيموشونال مايند وسبريتشوال مايند العقل الجسدي والعقل العاطفي والعقل الروحي المشكلة إنه شو عم بصير المخطط الجهنمي هو عم بيقتل فينا العقل الروحي صرنا من قادين للعقل الجسدي وللعقل العاطفي وهيدا شيء أكيد بيدمر العاطفي الآن يا ريت العاطفي الشابي طبيعي لا 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 من هون نحنا علينا ننمي هذا العقل الروحي يلي بده يصغر الأنا تبعي مش بالمعنى السلبي ويكبر الأنا تبع الله تكون أنا من قاد بالواقع بحسب مشيئة الرب بحسب قلب الرب هيدا الشيء لأنه فقدناه وهيدا الشيء فيه مخطط المخطط بشو؟ المعروف المخططين المال والإعلام المال والإعلام وفتك برأي مع بنائش الموضوع هيا النقطة الثانية مش بس المال والإعلام النقطة الثانية قضية هالموضة يلي عم تنزل هالموضة يلي عم مال بتنزل هيدا كمانة مدروسة الموضة التياب أو في موضة في تراند إشياء تانية بالحياة في تراند راح أقولها مثل ما هي في تراند قديش بكون ميولك وحويتك الجنسية قديش بكون متحرر وبتروح إلى العلم قدي بيعطيك من إنجازات فيك بالإجهاد تكون عم تعمل إنجاز وفيك تكون بالموضة الرحيم عم تعمل إنجاز وفيه فيه هيدا كلا والمثلية الجنسية والتبني اللي بياخدوه والزواج الله سبحانه ذكره وأنسى خلقه هو نحن لم نكره حدا كل إنسان هو خليقة الله من نحب وحب خلاصه ولكن فيه أمور نحن ما فيه نقبل فيها ما فيه نقبل فيها ما حدا نحن أنا ملني مدعو أحكم على حدا ولن مدعو أن نحقر بحدا أبدا ولكن فيه ثوابت ما فيه نزيحنا أما المتغيرات فيجب أن تنطبق مع الثوابت مش تلغيها نعم أبونا قبل شوية كنت عم تذكر أنه المرأة إذا كانت هي الدور للبي والأم اللي عم تلعبه بحل يتم الأولاد من الأب بتكون عم تلعب الدور يعني أولادة بيطلعوا غير شيء لأنه بيكون هي ربتهم الخبرة نعم الخبرة طيب أحدا بيجي يقولك أنه من صنع هذا الدول المرأة؟ مين حملها بالمجتمع؟ الزكورية هي لأنه ممنوع كانت تشتغل كان بدأت تعود بمكان ببيتها؟ مين قال أنه لازم هي تربي مش الرجل لازم يربي؟ هاي الأسئلة كلها يعني هل المرأة اليوم هي عم تلعب الدور المعطلة إليه بنعم؟ وأنا مصر على كلمة نعم لأنه تلعب الدور المرأة في نعم فيه الإنجاب مش نعمة عطاها للرجل عطاها الإنجاب للمرأة التربية الأولاد يعني صناعة صناعة حياة جديدة هادي كمان دول للمرأة طيب مين هذا الدول العطاعية؟ وقتها تجي بتحكي عن الزكورية يعني اللي انتفضت على الزكورية هل مرأة الزكورية تكون أنه هي اليوم متحررة؟ أو ما تفهم دوره؟ أو لا يوصلنا لهون؟ أول شيء من أعطى هذا الدور؟ الله سبحانه وتعالى مش هي كانت عم بتعود؟ مش هي عم بتعود عم نقص ما بالمجتمع تتكون عم تلعب الدور بالعائلة؟ معني عم تلعب دور المحامة الشيطان أول شيء الله يعني وقت اللي ربنا خلق آدم شايف أنه إلى واحده ما فيه يعمل أي شيء فمن ضلعه أخذ أمرأة يعني هي الشريكة هلأ دور الزكورية لأنه بمجتمعات كانت المبدية على القوة الجسدية طغيت الزكورية إذا بدك لمرحلة من المراحل وهذا خطأ لأنه حتى الرجل ما عارف بأول شيء لعب هذه الشراكة مع المرأة مع أنه ربنا قال لنصنع الإنسان على صورتنا فمثالنا يعني على صورة الله ومثاله ذكرا وأنس خلقهما ليس هذا وإجهة مربولوس حتى اللي بيقول أنه صحيح الرجل هو رأس المرأة لكن المرأة هي القلب وما معنى إذا بروح أبعد من هاي أوقات الإنسان بيقعد سنة بالكومة وبرجع بيشفها إذا نضرب برأسه طمان بس إذا نضرب بقلبه الله يرحم ومي بيغزي الراس خلي نقطع الأكسجين عن الراس نظرا لضعف في القلب ما صدر على شو اسمه نعم هلأ كتير مهمة هالنقطة هايدي أنه يعني عقل عقل وقلب عقل وقلب هاي شغلك دي يعني ربنا أعطاها هايدي زودة هو أعطاها هيها هو أعطاها ربنا منحها هالنعمة هايدي وبالتالي بسبق بأول ما أبلجت أنه أنت المديوني لقلك الأرض بكل شيء بس أليلي أنك أنت كنت بحاجة من هالأرض لأم شو حلو شو حلو سأرجع للصلاة اللي قلت أبوناك بالوقت المتبقي عنا بعد حوالي عشر دقايق بدي أحكي عن لبنان بصلاةك ذكرت كتير عن مريم ونحنا منعرف أنه لبنان مكرس لقلب مريم الطاهر ونعرف كمان حضور مريم يعني مش بس سيدة لبنان ومش بس سيدة بغدوشي يلي متأكد أنه مريم العذرة نطرت ياسوع بهاي المغاراة سيدة المنطرة أديش لبنان معني بمريم العذرة ومريم العذرة أديش معنية بلبنان لأنه نشوف كمان نعمة كتير من مريم العذرة وأنا بقول أكتر نعمة لمصناها حقيقة وبعصرنا الحالة هو بأربعة قاب 2020 وقتها دمرت بيروت وكان حسب حجم الدمار ما يكون فيه إلا أشلاء فنعمة صريخنا بلحظتها يا مريم يا عذرة أنه خسرنا شو هذا بس لازم يكون لعدد أكتر بكبير بكتير عد حجم الدمار أكيد كان فيه أعجوبة اللي اللي بيعتبرها تالت أو رابع تالت انفجار باللعب كأنه مش قليل مش قليل يعني الأعجوبة اللي هي حتى الأعجوبة ما بتكون ضد المنطق يعني بحذرته الأعجوبة إنه هايك انفجار كان بيدمر بلد بكامله يعني وبيكون في عندك ألف القتلى والجرحى وهالآخره خلق طبيعي بده يعطي بده يعطي فاعليته يلي من القتلى والجرحى لكن الأعجوبة بيتمقلتي حضرتك هالنسبة هايدي بتخلينا نوقف ونختش الدم الدم الحدث اللي أكيد العذراء كمانا كانت هي كان إلا دورها كل واحد منه أتسير معه ونصيبي بقول يا عذراء يا عذراء أنا مفتكر أداي كم واحد بها اللحظة صرخوا يا عذراء الكل صرخوا يا عذراء من هون ومن هونيك لبنان والعذراء العذراء واللبنان عذراء واللبنان لبنان والعذراء شو بتقول توقمان؟ يعني بالواقع أنا بتعرفي بحكم 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 كاويتي ككاهين ودرست برا وصفرنا ورحنا وجينا والآخر هي ما لقيت في تكريم للعذراء مريم بمطلق بلد بالعالم بتل ما فيه باللبنان السر هيدا بحد ذاته يطرح لي لا لي أنا مش أنه علامة استفهم آآ سلبي تكون إيجابية انه شو هالسر هيدا شو هذه السر لأنه ما عندي يجواب عليه ما عندي يجواب مثل ما الوحن هذا هو سر الحب في وقت الذي تسأل شاب لماذا حبيتها البنت؟ أقول لك لا أعرف وتسأل البنت لماذا حبيتها الشاب؟ أقول لك لا أعرف وقت الذي تعرف لماذا صار فيه أسباب بطل الحب مع العذراء مريم إذا اللبنان يسألها لماذا أنت حبيتني؟ أقول له لا أعرف وإذا سألت لي لبنان لماذا أنت تحبني هالقد؟ إلا أنا كمان لا أعرف ومكتفي هنا تقلّى يمي أنا أحبك حلو والحلو أنه بأغلب المناطق اللبنانية بأغلب الضيار اللبنانية هناك كنايس تحمل اسم السيدة وعلى أمتداء السيدة المارونية والسيدة الأرثوذكسية والسودية الكاتوليكية حتى إذا فيه كنس إذا فيه كنس ما بيرضوا لازم يكون في كنس للعذراء وبعدين دائما سيدة الزروع سيدة الحقلة سيدة المنطرة سيدة الحليصة سيدة البشارة الانتقال الدخول سيدة الاتحاد نجات سيدة النجات وسيدة المناطق كل ضيعة إلى سيدتها كمان سيدة مزيارة سيدة مزيارة سيدة مزيارة لدي السؤال الأخير قبل أن أختم زهورات مريم العزراء التي لا أكدت أغلبها أدلت زهورات التي أتأكدت وهذه الزهورات دائماً بقدر لا تعطي شك عند الآخرين في بعض مثل حبال أمل تتعلق فيها البعض وتصبح منزلة لو من خارج إطار أعتراف الكنيسة أدلت عنا مخاطر أن ننزلق بزهورات لا تكون واقعية وماذا يجب أن ننطر قبل أن الكنيسة تثبت بعد الزهورات؟ هذا الموضوع كثير دقيق ونحن نعدد تقريباً الزهورات التي اعترفت فيها الكنيسة لا نفكرها كثير كثير كبير 16 ظهور تقريباً عادة الزهور اللي بيصير أول شيء بدوا يعمل تدقيق في أسقف المكان مش حد هلا بميديجوريا بعد ما تثبت بس بقولوا الزهور الحقيقي هو الحج اللي عم بيصير صحيح بس نحن ما فينا نقول يا طرم الكنيسة ما أثبتته وأعلنته الزهور مثل لورد، مثل فاطيمة، مثل جوادالوبي، هاو دي فإذن نحن هذا الشيء اللي يجب أن نتوجه مش كلمة رشحت صورة وكلمة مثال نزل منه دم ومن هذا هذا ظهور العذرة يمكن هذا الشيء يكون صحيح بس ما إلي حق أقول هيدا ظهور أو هيدا عجوبة صارت يا طرم الكنيسة ما لفظت هذا الأمر بدت تقوله بشكل علني شكل واضح وصريح مش بشكل البابا القديس يوحنا بول ستين إيل أنا لو ما كنت بابا أول واحد روعة مديقورية كتاكو بس أنا كبابا أزرحت لهوني كرسته بس طالما بعد المطران المحلة ما لفظ كلمته الكنيسة ما بتقول كلمتها في زهورات كتير بتصير طبعا طبعا هيدا عندك بالك حالي بس أنا تفترض برشاروي اللي عملي برشع زيت بالهيدا اليوم الكنيسة بتوضع ايدا بتلاحق بتكلف حدا حتى اللي بالنهاية حتى الاستمراريات والزهور الهدف من الرسالة اللي بتحملها دايما فيها رسالة بالزهور كمان هيدا متوكة يعني انه بده يكون فيه أعلان صريح من أسقه في المكان الأوردينير دوليو وحتى الكنيسة تعال انه ظهور مسبت هذا الظهور معلن من قبل الكنيسة بشكل واضح وصريح انه هذا الظهور للعضراء بالول أنا عندي شي بيخدوا على عاطق وما بلزمك فيه أبونا ولا بلزم حدا بس قد ما بيجيني أوقات رسائل متناقلة عبر الظهورات لمريم العضراء وبتعب فيه زهورات متكررة بالتواريخ وبالآخرين تسمحني مريم العضراء وأكيد رح تتشفع لي عند يسوى بس أنا بعرف أنه قليلة الكلام مريم العضراء أوقات بيجيك ظهور صفحات 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 من الرسائل مريم العضراء خدونا بحلمكم شوي بس يعني نقد نقد بناء ومش نقد بإطار الانتقاد فقط لغير ما بعرف إذا مقبول بالكنيسة أو لا إنه؟ إنه ليش هالقد العضرة بتحكي بالرسائل مع أنه هي قليلة الكلام بالحياة كانت بديك تشوفي هالرسائل هيدي إذا مش معترفي فيها الكنيسة لا لا أنا عم بحكي أنا مش معترفي فيها الكنيسة لأنه يجيك مثلا صفحة صفحتين ثلاثة إنه روقوا علينا بعدين الخطاف وحكية العضرة وكتبين أرجوكم أرجوكم ثم أرجوكم ما تتاخذوا بهالإشي هايدي حتى أوقات كثير الشغير يتسلح متجبه بملاك النور حتى يضل كل شي عمالي بيصير علموا فيه الكاهين الأسقف الكنيسة تحتى تلاعي وهي تأكد صحة هذا شيء أو لا وبدوا دلالات وبدوا مطابعة وبدوا تدقيق ومش شغلة شو كنت حابب تقول بهالمناسبة أبونا جوزيف إبراهيم عبدالساتر رئيس دائر مرشعية للرهباني الأنطونية أنا بد أقولك نعد على الجميع والليلي خلينا نرفع كلنا صلواتنا ونضوي شموعنا على نية كل ما حتاج لصلاة منا على صعيد المرض وكل حالاتنا وعلى صعيد لبنان كمان نصلي للبنان شو ديقول أول شيء هالحلقة هادي بشكرك عليها أنا بشكرك وبدنا نشكر اللي أبرب كمان المسافات وهاكي بقدمها لروح الوالدي والوالد اللي يرحمون الوالدي اللي ربيت مثل عضرة مريم والوالد كان مثل يوسف حدا الله يرحمون الله يرحمون ويخليك بسحتك وتظل شفاعة مريم العضرة معنا شكرا لك أحب أنها بصلاة تفضل تباكي يا مريم تباكي يا مريم وأنت بنت المساكين قد صرت أما لملك الملوك فحلى في حشاك حلولا مقدسا الذي مجده يملأ السماوات تبا لصدرك أحبه وأرضعه ولفمك طاق إليه وله غنى ولذراعيك دمطاه فصرتي مركبة وزيحت المشتعل نورا تباكي يا مريم وقد أصبح حدنك قصرا للملك فمال إليكي من يطفر التيجان للملوك ومن يوزع المراتب للأسياد من قبيلة يهوذا من بيتك ومن بيت داود عشيرتك إنه لشريف نسبك وقد صرت أنت البتول أما لابن داود يتمجد اسم الرب ينعاد عليكم شكرا عبونا عبد الساتر شكرا هاجوب شكرا كيفورك وإلى مواعد جديد عبد رح نتلقى على الأربع ونصف ببرمانجنا الجديد على طريق بعضها إلى اللقاء اشتركوا في القناة